نذهب إلى بيروت تنظم إلينا من هناك زميلة ماري سالم محلية المالية في شرق للأخبار صباح الخير ماري من الأخبار التي سمعناها اليوم الصبح طبعا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 1.6% على أساس سنوي سمعنا أيضا كثير من نتائج الشركات بنك عجمان واحدة من الشركات التي سمعنا نتائجها في دولة الإمارات ويبدو في أنه تحول إلى خسائر لدى البنك ما هي أسباب هذا التحول بعدما كانت لديه ربحية في الفترة المقابلة صباح الخير سبا ويعطيك ألف عافية فيما يتعلق بنتائج البنك عجمان من الواضح أن البنك كان عنده أسليب مختلفة عن البنوك الأخرى بالإمارات فيما يتعلق باستحصال على القروض التي كانت متعثرة فبالتالي وجهت بعض الصعوبات بهذا الموضوع خاصة أن بنك عجمان نحن نعرف أنه نوع القروض التي يعطيها أكثر للشركات التي هي مدرجة ضمن الأسواق المالية وغيرها من المستثمرين التي يتدولون على الهوامش بالإجمال فبالتالي كانت الفرص باسترداد هذه القروض أصعب من البنوك الأخرى فبالتالي أثرت بشكل كبير على ربحية البنك وبالتالي الخسائر كانت تزيد من الربع الثالث للربع الرابع وقدت لخسارة إجمالية للعام 2023 بهذه المرحلة تم الإعلان عن كل نتائج البنوك الإماراتية ونحن أراد أسبوع المقبل حنعمل حصيلة هذه النتائج والأرباح المجمعة تبع البنوك وكيف هيكون تأثيرة على الـ 2024 ولكن ملفت كمان من ناحية أخرى هي النتائج التي صدرت من قبل شركات أخرى ضمن الإمارات ويمكن أبرزها هي UPP التي ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 2000% وهذه الأرباح التي تسجلها UPP تتكمل الأرباح تبع القطاع العقاري ويصير في عنا نمو بصاف الأرباح تبع القطاع العقاري بحدود 78% على أساس سنوية إذا بدنا ناخدهم كلهم بالإجمال والملفت أنه رغم تصريحات UPP التي أجوا وراء بعضهم عن تسديد ديونها لدوبايلاند وأمرة MBD خلال 3 عوام والعام المقبل لأمرة MBD إلا أنه هي كمان صرحت أنه كان في عندهم تعثر بتسديد من قبل عائلة الحمادي المديونية تبعهم للشركة فبالتالي كان من المتوقع أنه شوي يشوف بعض التراجع بالأرباح تبعهم ونشوف هذا النمو الكثير كبير ولكن بسبب النمو تبع القطاع العقاري بشكل عام بالإمارات وحتى ازدهار الـ revenues والإيرادات تبع UPP بقدروا أن يحصلوا على هذه النتائج ولكن تبقى العثرة الوحيدة أو التحدي الكبير بالنسبة للفترة المقبلة هي إعادة هيكلة رأس مال الشركة وهبوا هذا الشيء الذي سنترقبه بالـ 2024 كيف ستقدر الشركة أن تسيسر هذه الأمور بشكل إيجابي تظل مستمرة بهذه الربحية ماري شكرا جزيلا لك صباح اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة